عجبني جداً النهاردة الحياة للتصريحات اللي يعني أدار أو قالها مستر كولر في المؤتمر الصحفي كلامه على المباراة وحنشوف التصريحات دي مع حضراتكم بالتفصيل لكن كانت بعض التصريحات وبعض النقاط الحياة اللي كان فيها دلالة واضحة إن النادي الأهلي يعني مغطي كل النقاط إن شاء الله بإذن الله إن النادي الأهلي مركز جداً وإن كولر اللي في اعتقاد الشخصي كمان كان بيفكر في هذه المباراة أثناء مباراة نادي الزمالك الناس بتقول ده صح ده غلط لكن ما فيه شكل مباراة دي كانت طبعاً في أزهان كولر الأطاطل اللي قدام حضراتكم دي طبعاً في عملية ذهاب اللاعبين للتدريبات النهاردة في الكونغو واستعداداً لمباراة الغد إن شاء الله زي ما بقول لحضراتكم كل مستعد بعض الغيابات آه موجودة لكن الحقيقة كل المؤشرات بتقول إن شاء الله بإذن الله أن اللاعبها لما بتكون مركزة كويس قوي يكون عندها إصرار وهم عارفين كويس قوي أن المباراة دي مباراة صعبة إن شاء الله تطلع هذه المباراة بشكل يلي بإسم النادي الأهلي الحقيقة وعشان نكمل المشوار المشوار لسه طائق صعب أنت بتتكلم على مباراة نصف نهائي خطوة أو خطوتين إن شاء الله مباراة مازينبي هناك ثم العودة لمباراة القاهرة إن شاء الله والوصول للنهائي ده الهدف الأساسي بغض النظر عن كل أماننا كل طموحاتنا إحنا وكل الجماهير واللعبين إحنا نحصل على البطولة لكن بناخد الأمور خطوة خطوة مباراة صعبة إن شاء الله بإذن الله النادي الأهلي يعمل نتيجة إجابية بكرة مباراة العودة إن شاء الله تأكيد للوصول للمباراة النهائية فكل التوفيق لنادينا النادي الأهلي زي ما قلت لحضراتكم التغطية إن شاء الله النهاردة هتكون كاملة عن هذه الاستعدادات لمباراة مازينبي بكرة هنتكلم فني بشكل كويس هنتكلم كمان على مستوى التحليل الفني لفريق مازينبي هيا فريق مازينبي في السنوات زي ما بقول لحضراتكم السنوات اللي فاتت كان غايب شوية عن الساحة الأفريقية لكن عودة قوية جدا جدا لهذا الفريق اللي كان يمكن كان بطل نسخة 2010-2011 ويحصوله على البطولة أفريقيا بشكل أكتر من رائع اشتراكه في كاس العالم للأندية في نفس السنة وكان وصل للمبرانة هائية أمام الإنتر ويمكن خسر بصعوبة يعني فريق متمرس وعنده كمان يعني مدرب متمرس جدا جدا في هذه البطولة هنتكلم على النقطة دي بالتفصيل إن شاء الله مع نجومنا كابتن محمد حشيش وكابتن أحمد عادل ويه بإذن الله نغطي كل التفاصيل اللي إن شاء الله حضرتك محتاجها محتاج تعرفها هنتكلم كمان هل التشكيل حيبقى شكله عامل إزاي الشكل الخططي هل النادي الأهلي الشكل الخططي حيتغير عن مباراة نادي الزمالك ولا لأ هنشوف الحقيقة ممكن بيفكر إزاي مستر كولر في خوض هذه المباراة الصعبة وإزاي إن شاء الله بإذن الله خلال التسعين دي من إدارة فنية وزي ما بقول لحضراتكم الإدارة الفنية آه مهمة لكن أنا كلاعيب قبل كده أنا عارف كويس قوي إن اللعيبة كمان عليها دور كبير جدا 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 يعني اللعيبة إن شاء الله تكون استوعية الدرس من مباراة نادي الزمالك وإن هم يرجعوا لما حققوا السنة اللي فاتت لأن المسلم اللي فات الحقيقة حقق بطولات كثيرة جدا كان أهم نقطة في هذه البطولات هي عملية الإصرار وعملية التركيز لمدة تسعين وبلس تسعين يعني من إمتى النادي الأهلي بيخش فيه جوان في بلاس تسعين إحنا متعواضين النادي الأهلي هو اللي بيحرز أهدافه أن أي منافس بالنسبة له أول ما ديئة 88-90 تقرب ده جرز إنزار بالنسبة للمنافس الحقيقة الحتة دي يعني يمكن فيه مباراة خاصة مباراة الدوري بدأت التركيزي اللي شوية العملية الدفعية اللي بشكل واضح وبالتالي يعني كانت النتائج على مستوى الدوري نتائج يعني مش في المتوقع ولكن الدوري لسه طويل الحقيقة احنا بنتكلم على منافسة الدوري العام لسه عندنا مشوار طويل إن شاء الله ممكن بإذن الله وأنا متأكد النادي الأهلي حيرجع بقوة للبطولة المحلية لكن كل التركيز دلوقتي وكل الاهتمام بهذه البطولة الكبيرة نصف النهائي البطولة الأفريقية إن شاء الله بإذن الله نكون مواصلين للمباراة النهائية محتاجة تركيز محتاجة وعي خطتي محتاجة مساندة كبيرة جدا جدا وأنا منتظر إن شاء الله مباراة العودة والنادي الأهلي دايما يعني النادي الأهلي بيقدم إن شاء الله تكون الساعة الكاملة موجودة في أستاذ القاهرة لازم الناس الحقيقة والجماهير لازم تكون متواجدة بشكل أكثر من رائع ومن دلوقتي نبدأ نحضر لمباراة العودة زي الإدارة الفنية كده ما بتفكر في المباراتين حنقدي المباراة الزهاب بشكل معين لكن مباراة إن شاء الله النادي الأهلي هنا في القاهرة إن شاء الله تكون التواجد الجماهيري لأن يزي ما بقول لحضراتكم ومش أنا كمان يعني كولر بيتكلم واللعابة بتتكلم وحضراتكم عارفين وجماهير النادي الأهلي عارف محرك الأساسي لللاعبين والدافع الكبير جدا اللي بيدي اللعابة حماس وروح وإصرار وهي الجماهير في الملعب الحقيقة الجماهير في الملعب يمكن الفترات اللي فاتت حتى في الدورة عليها شوية علامات استفهام كده لكن انا متأكد من جماهير النادي الاهلي في الظروف ديت وفي المواقف ديت النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي الحقيقة دايما بتكون وقفة ورا فرقتها بشكل اكتر من رؤى اه وقفين طول الموسم معهم لكن في فترات كده بتحس لا يا جماعة دا دلوقتي السبورت دلوقتي المسامد دا دلوقتي لازم نوصل احنا كجماهير كمان رسالة ان احنا ورا فرقتنا ورا مدربنا ورا دارتنا علشان ان شاء الله باذن الله نحقق ان شاء الله باذن الله هذه البطولة الغالية علينا وبعدين نرجع للبطولة المحلية نشتغل باسرار وعزيمة وانا متأكد ان ان شاء الله النادي الاهلي يعني في البطولة المحلية يعني عندنا اغ عندنا يعني مباراة مؤجلة كتيرة جدا جدا لكن احنا عندنا الاول خطوة خطوة مباراة في مصف النهائي ان شاء الله باذن الله الاهلي يوصل للمباراة النهائية عودة للمباراة المحلية ان شاء الله ويعود ويعود النقاط اللي فاتتنا في الدوري